بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على سيدنا الحبيب والمصطفى البابوك في الترم التاني هناخد فيها و هناخد كمان بداء الاف تكملة الاف و هنحل شوى الجمل زيادة عشان ربنا يبركلينا كده و الاساس يبقى ايه مرمي الصح الصح تعال انشوف الكلمات بتتكلم عليها تكلم عن حاجة اسمها الابوتس و الابوتس طبعا وش كدهسبة هنا بتتكلم عن حاجة تكنولوجي مش محتاجة فكاكة و هنتكلم اكيد عن ناس مع او و ناس ضد ايه انس عارف ايه حاجة في الدنيا بيبدأ في ناس معاها يعاني ممكن نتكلم عن حاجة اسمها بنسوا و حاجة اسمها بنص 30 دقيقيات هنتكلم عن حاجة اسمها advantage يعني ميزة وهنتكلم عن حاجة اسمها disadvantage يعني عب هنتكلم عن حاجة اسمها upside يعني ميزة حاجة اسمها downside يعني downside ايه دي اه positive side negative side دي حاجات التكنولوجيا اول حاجة بنتكلم ان احنا عندنا ميني ابس كلمة app ممكن يكون معناها application يعني ايه application برنامج او استمارة بنمليها بنمليها بنملاها طب كلمة app هل ينفع بمعناها استمارة لا هنا معناها في ال abbreviations ده يبقى معناها البرنامج اللي انت بتنزله وبتلعب عليها وبترجم عليه او حاجة زي اللي بتستخدمها على التليفون يعني كلمة apply apply معناها يتقدم لوظيفة طب apply to ممكن to ويجي معاها مصدر فاين وممكن apply in writing ودي اصعب واحدة فيهم لانها غريبة شوي فممكن تقول apply for a job apply to study english to study medicine قدمت عشان ادرس طب او apply in writing دي بتتحفز يعني apply in writing يتقدم كتابة يعني تروح تقدم السيفي بتاعك او تملاست المرة انك عايز تشتغل في المكان ده كلمة chat to او with يبقى لاتنين شغالين دردش يعني click انكر هنا يقول لك click here يعني ايه click here انكر لما تقول with a click بنقرة with a click يعني بنقرة واحدة هتدخل على الحاجة دي familiar بتاخد حرف الجر with ما تقول family or to اللي اتنين شغالين يعني طب افهمك يعني ايه الفرق familiar to يعني معروف لي familiar to me يعني ايه مثلا نبصة كلمة famous نفس الكلام كلمة famous famous لما تقول famous for مشهور بي بتسوي كلمة اسمه هنون نفس الكلام بالزبط known for يبقى مشهور بقرم يعني محمد صراح ما نتكلم على نجم مصر لربنا عينه وفرقيته عيني ما بعفهم لو مين دول عندهم والسكر وبين بسلاح ربنا هيكرمه ان شاء الله فبقول صلاح is known for his generosity معروف بقرمه لانه بيساعد بلده داين يبقى known for طب معروف لمين is known to his people to the earth people للناس يبقى معروف لي يبقى familiar to to me طب familiar with معروف بايه فاهم؟ يبقى unfamiliar with this app يعني انا باعرف اشتغل على الاب ده فاهم؟ طب this app is familiar to us يعني حاجة ايه بنعرف نتعامل عليها يبقى with الشيء نفسه طيب feedback بيقولك اديني feedback كده اللي حصل feedback يعني قولي حلو ووحش اديني رأيك يعني فبنحصل بقى على رأي الناس او تقييم الناس للحاجة دي find out يكتشف ولما ممكن اخليها find out about ميستر طب امتا خودها find out وامتا خودها find out about يعني انا بقولك مثلا ان هو المطش امتا فاولتلي i will find out بص بص اه i will من يكملها find من يكملها out يوم ما ديقولك حكت بقى لا هو مش مزاجك يعني ايه مش مزاجك ما ينفعش تقول i will find out about about ايه طالما ما فيش ايه ما تقولش about يعني لو قلت هنا the match ايوه تصدق انا عرفت بقى انا عرف انك عرفت يبقى find out about the match ايوه انا فهمت انت هاي سوليه هنا go around او get around يعني ايه يسافر او يتحرك او بتاع go out دي مش محتاجة بقى i will go out eat out انا ناكل بر go out ايه اخر عادية جي بي اس خلي بقى لك من الابرفيشنز دي جي بي اس اه global positioning system السوم ممكن ايجي يعملك ايه يقولك جي بي اس ويقولك بي دي standards for what ايوه كلام العبيد بقى standards for what يعني بتشير الا ايه او اختصار لايه فانت تقوله ايه positioning طب جي هتبقى global طب ايه system انترنت دي طبعا كلمة انا مش عارفها invention يعني اختراع و invent يعني اختراع كلمة navigate على فكرة navigate مش معناها بس ان هو يعرف الاتجاهات يعني انت مثلا اه اه حتى في حاجة اسمها satellite navigation system صح كده ولا ايه ولا هتقلب لي فيها احمر برضو ها satellite صح كده navigation system يعني ايه حاجة ده النظام الملاحة اللي هو بيستخدمه فيه satellite عشان يعرفه الاتجاهات يعني مهي satellite navigation system مكتوب انا بنكتب ليه يبقى هنا sat nav system بيتقال عليه كده sat ها هتقوله مستر طب ليه كتابتو مهو ممكن يجي يقولك ال nav دي يعني ايه تقوله navigation sat دي يعني ايه satellite و navigate يعني مثلا بتقول ايه can't navigate this lesson واحد يقولك يعني ايه يا مستر مش عارف قد يمين مش مال في الدرس اه فعلا مش عارف اروح مش عارف اروح ولاك يعني النا حمار يعني معناها يفهم فهم يفهم ايه لا يفهم quiz يعني امتحان ولما تقول do a quiz يعني يعمل ايه امتحان I will quiz you يعني معناها ايه هكوزك اه يعني همتحنك يتمشي verb وتمشي noun عشان في حاجات بتبقى مشى كده وكده translation دي طبعا translation او translation على حسب ما تحب بس انا بحبها اولا الساعة translation الترجمة تيجي الترجم ترجم من انجليش العربي او من العربي انت بتعرفش الترجمة vehicle المركوبة vehicle المركوب اي حاجة بتحطي لها مطور تسمى vehicle مستر طب العجلة لو ما يشرك بالله ما طول ما تبقاش vehicle طب وتعرف ان انا ممكن اقولك ان vehicle vehicle اي مركبة ولكن بايه بانجين خلي بالك من الحتة دي طب حاجة تاني تعرف ان vehicle ممكن يكون معناها وسيلة مستر ما هي معناها وسيلة لا يعني مثلا لما اقولك انا بستخدم القناة ك vehicle هل بركب القناة لا مبركبش القناة والبتعمل ايه بستخدمها كوسيلة وده ان ننقل بيها المعلومات هايبريد vehicle هايبريد يعني ايه هايبريد بص هايبريد يعني هاجين يعني ايه هاجين بقى اه حتتين ناخد ده عن معده نعمل منه حاجة واحدة يعني هتقول لي مش با بص هم في الاول كانوا عايزين يصنعوا electric cars افاهمكوا electric cars يعني electric cars عربيات ايه كهرباء ايه صح كده؟ وده انا قلتقول لك الحصة اللي فاتت اتكلمنا على electrical cable كابل كهرباء electrical لكن العربيات نقول عليها electric cars فقالك المشكلة electric cars دي can move for a long distance ما بتمسيش لماسافة طويلة فبتفصل بقى قالك طب نعمل ايه قالك نعمل عربية بالاثنين يعني ايه بالاثنين؟ يعني فيها مطور ماشي بيترول وفيها مطور ماشي بالالكتوريستي الله طب وبعد كده بوس سيد قالك المطور الاول نمشي كهرباء على طول اول ما البطارية تفصل يبدأ مين اللي تيك اوفر بها المطور البنزين ياخد ايه؟ يتولى المسئولية بعد كده يشحن الايه؟ الكهرباء طب اول ما الكهرباء تيشحن يروح ده يفصل فنمشي مسافة اطول ببنزين ايه؟ النص المسافة انت مشيتها بالكهرباء الكلام ما فهم ولا هيقلبه فيها؟ يبقى دي حاجة اسمها هايبريد يعني ايه هايبريد زي ما بقولك معناها ان انت تبقى عامل ايه؟ هاجين وهايبريدايز يعني ايه؟ يهاجين ها؟ يبقى هنا يبقى عندي فصيلين في ايه؟ في فصيل واحد او في حاجة واحدة ايه هايبريد معناها هاجين من سلطين هايبريدايز معناها ايه؟ يهاجين بنيفت ومنها كلمة بنيفشل يعني ايه بنيفشل؟ معناها مفيد هل استخدام الكهرباء مفيد؟ مفيد للبيئة جداً وبنيفت فروم يستفيد منه يعني مثلا ما تقول ايه؟ انا عمري ما هعمل الكلام ده تاني ابداً كان بيتكلم ان فيه مميزات وعيوب بالنسبة للتكنولوجي وبيقول ان الناس لما بتتفرج على الحياة او بتاعت الناس الاغنية مثلا واحد رونالدو واحد زي ميسي واحد فانت تفرج تقول ايه ده؟ متجوز مين؟ عايش فين؟ بيعمل ايه؟ ازاي وانا مش لاقي اكل وبتاع؟ فبيقولك احياناً بتبقى هارمفول وتضر بالانسان فهنا بيقولك دي من ضن الحاجات اللي بيقولوا عليها حاجات مش حلوة فلاكشري فخامة او حاجة حلوة برينتينج بريس الصحافة المطبوعة برينتينج بريس الصحافة اللي بجامل برينت يطبع يعني هنا لما تيجي ده ممكن نستخدمها في الرايتينج حلوة قوي لما تدي فكرة وتدي عكسها فبتقول يلا زي ما تيجي بقى on the one hand ده بتقول من الناحية دي انا شايف كذا 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 وبعد كده تيجي تجيب تنقض بقى فتقولها ايه on من يقولها بقى the other من يكملها hand يبقى احنا هنا عملنا تنقض بس التعبير ده اخد منك كتير on the one hand and on the other hand فبياخد ايه بياخد مساحة following لما تقول the following week the following month يبقى التالي the following year التالي اللي جاي يعني هم زي next brainstorming عصف ذهني I will brainstorm يعني هعمل ايه عصف ذهني واجب افكار جديدة تعال نشوف السكريبت ده Ahmed well the reasons that we have the internet so that people in different countries can talk اولا انا اخد كم حت كلمة reason معروفة ان reason reason ييجي معها فور انا معاك ممكن reason يجي معها ذات و reason يجي معها why طب الفرق اما بال reason for و reason why و reason that بس reason for ييجي معها حاجة من اثنين لا اما noun لا اما verb plus a ing طب تمام اما reason that او reason why يجي معها جملة ايه كاملة هتقولي مش فاة the reason for being absent السبب ان انا جبت ing the reason for my absence السبب غيابي لكن ما يفعش تقول the reason that او reason for i was absent لا i was absent هتقول the reason why i was absent او the reason that i was absent ماشي طيب تعال نشوف الحتة التانية عندك رابط زي so that رابط لذيذ اوي او رابط زي in order that ها ماله ده بقى بص اسيد ده بييجي معها حاجة من اثنين واحد اثنين بيجي معها لاما كان لاما could لاما me واحدة واحدة بس كده لاما might لاما will لاما would خلاص بقى متمثلش اهو طيب امتى ده وامتى ده بص قالك بص اسيد بناخد ده في حالة وبناخد ده في حالة ايه بقى الحالة لو كنت بتتكلم في ال present او في ال future بتاخد me او will او كان طيب لو سيادتك بتتكلم في ال past فانت هتاخد ايه بقى would و could وايه و might في حالة يعني لو قلت في حالة i traveled so that i could i study so that i can i studied so that i could طيب هنا بيقولك النت موجود so that countries can talk خلاص بقى طيب بيقول بيتكلموا مع بعض بشكل easily ايو انا فاكر الحتة دي زي ماما كان بتقول ابوك be careful طيب لما قالت له drive قالت له carefully صفة تصف اسم صفة تصف اسم صفة تصف اسم صفة تصف اسم اما الحال فيصف فعل ويصف صفة ويصف حال ويأتي في بداية الجملة فهنا بيخليهم يقدروا يتواصلوا بشكل سا بيبدأ يجد لهم some answers to their questions answer to answer to يرد solution to يعمل لهم حال وبشكل سريع برضو quickly لان هنا بيصف الفعل ومع ذلك it leads to برضو بيتحفظ اللي انا بقولو ده ان كلمة lead to من الممكن ان هي يجي معاها حكا من اتنين لاما ناون اعفظ من نبيا لاما verb plus a ing lead to losing lead to this حتقول smoking leads to this طيب بيقول لك صاحبي بيقدي المشاكل طبعا الناس بتواصلوا كتير قوي spend the time talking on the internet وده ممكن يسبب مشاكل كلمة cause حلوة فحت اهو cause cause a lot of problems يسبب ايه مشاكل فلما تقول it caused me to fail يعني سببت ان انا سقط فما تنساش كلمة cause ولو عايزها cause كفعل يجي معاها طوى مصدر caused me to fail وممكن cause كناون بيجي معاها حرف causes of causes of بسبب كذا مصطفى بيقول المشكلة بتاعة الانترنت that it makes people feel بتاعة الناس تشعر خلي بالك make me feel make me do make me go make me study make me make me make me make me go وبيقضوا اجهازات جامدة بتاع وزاي وانا مش لأكل كده دنيا جيت علي ما فيش الكلام ده يا عم هو يعني واحد بيقولك كده perhaps المفروض كل واحد concentrate on his life concentrate on يعني يركز على his own life حياتنا ملناش علاقة بالناس التانية وبتاع وكله على الله وانت يعني ما انت تتجاوز جورجينا ازاي يعني ما عليش ما كل واحد يا ابني بياخد المقام فانت تاخد حاجة اقيا من جورجينا تكنولوجي is so useful when you are there هنا بقى امل امل بقى امل بقى مع التكنولوجيا بتقولك التكنولوجي حاجة مية مية ولا فراخ الجماعية واناها بتدينا معلومات وانفورميشن وبتاعه بتقدر تفهم اني وورد وبتاعه لو انت مش عارف معناه تعرف تجيب معناه من على in it you can find the translation اوه في حد بقى ضد الكلام ده مين اوه انا اتلاقي انا حاسة انك صح ولكن هل ده فعلا does really help هل بيساعدك انك تتعلم وخلي بقى لك ان فعل help يجي معاك ازا حاجة اهو ما تنساش اللي انا هقوله ده عندك بعدها اربع حاجات واحد اتنين تلاتة اربعة help ممكن يجي معاها infinitive help ممكن يجي معاها 2 و infinitive help ممكن يجي معاها n و burp plus a ing help ممكن يجي معاها with or noun بتكلم بسرعة باسل ولا شغال ها ممكن يجي معاها التلاتة دول يبقى help عندك كم حاجة اهو تعال نشوفها كده infinitive 2 و infinitive n و ing with or noun يبقى help me do help me to do help me in doing help me was my homework بفهمتش؟ help me wash help me to wash help me in washing help me with my clothes with my laundry خلي بقى لك ان يفضل عشان تبقى فهم دائما ان الانجليش يميل للاختصار يعني طبعا استحالك جي لك بس لو جاد لك help me study ولا to study لا study يعني خليك رايق كده فهنا بيقول لك بس اه اه هانا بقى شايفة انها ضد الكلام ده يعني بتقول لو تعلمنا الكلام بنتعلمه بالكتابة اهو عشان remember يعني بنتعلمه ازاي بقى لما بنتكلم او بنكتب لكن استحالة يعني واحنا بن ايه بن اه هدخل عن نتي ادوس له دي معناها ايه فيقول لي معناها اه يلعب فانها مش هفتكره لكن لو بقرأ او بكتب انا بايدي هتعلم ففي ناس معه ونصدد حلوة دي برضو كانت help help me remember طيب اما لقد اطلقها فعلا انت كلامك صح اما اللي هي بتحب التكنولوجيا ولكن احنا بنقدر عن طريق الانترنت ان احنا ندو كوزز بنعمل كوز وبتاع وبنتعلم كلمات جديدة اهو learn new words ومش عارف ايه وكمان بناخد feedback on what we have done feedback يعني ايه feedback بيديونا سبب او بيقولولنا احنا عملنا ايه صح وايه غلط فبنتعلم من الميستيكس بتاعنا كل حاجة في الدنيا ليها pros ليها cons هانا اتلات سديق انا فاهمة والله هم طلعين عين ابونا هانا وامل that just not the way بس انا مش شاف ان دي الطريقة انا بحب اتعلم وراء وقلم طم تتعلمين على فبتقولها كده I prefer using a pen and paper فهودي يقول لي ليه ما قلناش a paper قولها انت قولها انت ليه قولها انت لان اعنا خدناها في الترمي الاولانية يا قليل الادب ان هي كلمة لا تعد ولا ا ولا ا 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 راحت جبال منفع راحت مكان للغرض طبعا انت لو انت من اول مرة من ولدي اول مرة تبقى معي يعني فهتحس ان احنا بنقول لغرة مات دي بقى ولا اه ولا انا ولا زم ده لا يعد مستر طب انا عايز اقولها اه ماشي بس تبقى معناها جريدة هل بكتب عالجريدة حلوة دي اوي بقى ايه 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 خد اولا اهو حركة دي ايه اللذيذة والله بيعرف يشتغل ايه بقى ميك نوتس مستر انا عرف ان هي تيك ماشي قولها تيك يبقى ميك نوتس او تيك ايه نوتس الاثنين شغالين وامسك وراء او قلم واقول ايه اللي كتب وكتب احسن ما بستخدم السمارت فون اما تايز اتس اوكي كل واحد مختلف عن التاني كل واحد مختلف فورمي بالنسبة لي كلمة فورمي دي احسن حاجة مختلف التكنولوجي ان احنا بنتعلم وبنقدر previously أ реально تعجبك اتنين صح من جميع انحاء العالم وبنيقدر سالمكون ابنة وبتاع اوار اون. فواحد يقول لك طب انت مش محتاج مساعدة. المساعدة انا باخدها من عند هي. ده وجهة نظر امل يعني. وخلي بالك برضو الكلام ده قلناه في الترمي الاولين. تعال ناخد ساهم من دي كده. ونصلى على سيدنا النبي. لما تقول ان ماي اون هي هيها الون. هي هيها باي مايسلف. تفاقنا? باي مايسلف الوحدي. الون لوحدي ومي اون لوحدي. طيب. في المستقبل. هل الناس هتحتاج تتعلم ولا هيبقى فيه ابس? انت بتتكلم بتقول انا اريد الدجاجة. هو يقولها انا اريد الدجاجة بالايطالي. فيقول اه دجاجة. انا اريد الدجاجة. عيزة الالماني فيقوله دجاجة. بس بالالماني. هلا نحتاج. بيقولك في المستقبل. خلاص هتبقى. حاجة ملهاش لازمة. لأ كده بتزعلنا بقى. انما انك كده بيزعل. ما احنا ناكل عيش مينين. قالك ده هيبقى حاجة something from the past. الناس في المستقبل هيبقى عندنا صوفتوير. انت تتكلم وهو يترجم. خلاص هي. will communicate like a person يعني. هو يعيد الكلام. بس هل الكلام ده هي ايه? هل هينجح? لا. ليه مش? لا. لان فيه في جيلينجز. مفروض توصل. هل 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 السمارتفون او البرنامج هيقدر يوصل التون بتاعتك بمعه? بيقول ان انت مسلا هو فعلا يقدر يترانسليت. يعني يترانسليت? ها يترجم. definitely بنصف فعلي يا جماعة. فاخدنا ادبر بها. ولكن هل من الجملة ترانسليت من لغة للغة. ولكن from translate from to another. ولكن هل البرنامج ده كان اسمايل? يقول هاها في النص مش اقول هاها. هل الانسان ده هيقول للناس how you really what you really mean? انت اصدق تقول ايه? يعني انت اصدق بتقول وانت جاز ماله هل هو يقول. ده مش انت بتضحك بس هو ما نكوني تاني فهمها انها اشتي مفعين? when you speak in a foreign language لما بتتكلم بلغة تانية you speak to another human being. اكيد مش تتكلم مع بقرة. وهيومان بيينجز معناها البشر. فاكيد البشر دول عايزين يتناقشوا مع بشر. مش مع الكمبيوتر فاهم? فلما الناس دي لازم تفهم من لازم يعني هو ده ده معروف ان الهيومان بيينجز لازم يتناقشوا مع هيومان بيينجز. فيقدروا يفهموا what you feel. انت عايز تقول ايه? what's your feelings? ايه مشاعرك تجاهه وانت بتتكلم. التون نفسها التون هنا معناها النبرة او الاتجاه او او يعني مثلا التحاون. غير انت حيوان. في فرق هنا. فمتعافش نوصل. فهو بيقولك مقم ما حصل هيظل تعلم اللغة موجود. ده طبيعي. وانا هكسر فلوسة العمر ان شاء الله. اذا ده مش بتاعتنا. لا ده العلم اللي بيقول ان اللغة ما ينفعش تبقى كمبيوتر هان? تعال انت. حلوة استنى استنى في حاجة مش بتاعش ها? امبروف. هتحسن. تعال. هالا ورندا بقى. خلصنا من امل وسامل. لجبتلك هالا ورندا. هالا او. هالا بقى. وكانت بتتفرج على ديكيمنتري. فبتقول لها ازا كاراندا شفت ديكيمنتري. دي طبعا معناها فيلم وصائقي. زي اللي بيجي على ناشنال جيوغرافي. اسد بيجري ورا ورا تعلب. 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 اي كلام بيتقال عن التكنولوجي. الحدودة كتب ايه? بيقولك ان ايه. حلوة قوي. بص كده. بص كده. ادبرب وصف السفر. اللي كان سيربريزن. البرنامج. طب انا كنت ايه? سيربريز. بيتكلمو. كان ظهرت فاجأة كده الحوار ده وكان دير قوي. ان المادر التكنولوجي والتليفونات بتكليكتي انفورميشن افاوت. اسد حقيقي طبعا. وان احنا في رعب و لازم تقفل التليفون وحط تليفونك برا وقفل الكاميرا وقفل النت وكلام ده. فهي رعب بقى. فراندا بشكل تقول لها ايه ده انا ما سمعتش بس اخوات داني تلقيس عنا كده. tell me something about it. وبيقولوا ان التليفونات is collecting information about us. معقولة الكلام ده وبتاع. لا 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 لا. لا ايوه. انا فهمت انت بتعتقلي. ده كم انتريس قال. ان الكمبنز بيكليكتي انفورميشن نفس الكلام عن ننا وبتاع. for example you know where you go. بيعرفوا انت رايح فين. بيفاين the information about you. ده حقيق. وده بنشوفه لما بتيجي انت تستخدم مثلا اي أب. وفاجهة لا يظهر لك اعلان مثلا عن الجزمة. وانت من شوية كنت بتفكر عالجزمة. عشان عنيك وقفت عندي اعلان جزم. فعرفوا انك بتحب الحتة دي. او انت محتاج الحاجة دي. زي مثلا وانت فاجهة تظهر لك صور صور كتيرة. صور فتقولي الصورة دي جات لي منين. اسأل عنيك. اسأل عنيك. عنيك وقفت عندي مين. فبعدك صور تخص مين. يبا هي ده معي. يعني مثلا انا بحبره عندي رونالدو. فوقفت عندي رونالدو. فقولي شوية بعدتك اخبار رونالدو. تقولي عرفوا منين. اسأل عنيك. ما هو عنيك وقفت عندي الحتة دي. فقدركوا انك مهتم برونالدو. فراح باعط لك حاجات رونالدو. صح? رونالدو كله. فهنا زي مثلا جي بي اس. انا نسيت. بلوبال بوزيشنينج سيستم. بلوبال بوزيشنينج سيستم. تكلم بسرعة ولا? عادي يا عبد. تعال نشوف دي. تاني ايه ده ايه ده انا ما باستخدمش الجي بي اس. ازاي? يعني ايه 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 جي بي اس يعني جلوبال بوزيشنينج سيستم. نو ايجيس نوت. بس هنا في غلطة بقا. لازم لازم تخلي بالك من الحتة دي. هنا مكتوبة اون زي ازر هاند. ازاي اكتب اون زي ازر هاند وانا ما كتبتش اون زي وان هاند اصلا. فلازم اون زي وان هاند وبعد كده نقول ايه اون زي ازر هاند. اي حاجة في الدنيا. مهما كانت يوسفل. لازم نكون كيرفول جدا معاها. كيرفول ان نكون حريسين. كيرفول اباوت what we do. خلي بالك ونخلي بالنا من personal details. personal ما اللي هي details الشخصية ما تقعطش details بتاعتك الشخصية ولا ولا credit card بتاعتك ولا عنوانك ولا سنك الحقيقي يعني متبقاش قابل الناس تجمع عنك كل حاجة. لان انت بتبقى targeted. يعني ايه? يعني انت بتكون targeted للناس. يعني انت مثلا لو انت حاطت سنك كزا. فبيبدأوا يعملوك او يبعتولك حاجات تخص سنك. فانت بتبقى targeted. الناس كل يبعتلك حاجات تخص سنك يعني. فبيقولك يفضل انك بتحط شداتة سليمة يعني كفاية اسمك يعني. بس ما تبقاش محمد تسمي نفسك حليمة ها? الله مسيكي بخير يا حليمة. yes i have to admit that's true. انا معاكي انا مبعملش اشير برضو قديمة جدا لل personal information فين حتة? online. على الانترنت طبعا. طيب تعالى نشوف دي. لسة في. هنا بيتكلموا على ال past inventions. الله اكبر الله اعظم. ففي واحد شاف الانترنت. وفي واحد قالك global positioning system. وفي حد تاني هيقولك انا شايف كل واحد بيقول رأيه بقى. هنا بيقول ده احسن حاجة وانا شايف اللي هو الانترنت يعني. وانا شايف انك بتقدر تجد اي معلومات انت interested in. ولو محتاج انك تترجم حاجة فبتبدأ تدخل على الانترنت. ولو محتاج انك تعمل project project. فانت بتدخل برضو مع الانترنت. لو محتاج انك تcommunicate with other people communicate with. طيب مصر هل ينفع خليها communicate in اه? يعني مسلا قلت communicate in english. معناها يتواصل باللغة الايه? الانجليزي. طيب communicate with my with my pupils بيتواصل مع اولادي. اه حتى لو كانوا برا مصر. ده ايه? بنقرأ. انقر هنا. مش بتيجي تقول لك انقر هنا? ها. واذا click. واذا click بنقرأ. على الزرار. طبعا واحد قال لك الجي بي اس و بتاع مهم جدا لان انت في اماكن ما بتبقاش انت familiar visit. ما بتبقاش عارفها. فعشان تتحرك بيبدأ اديك بقى زمان كنا بنستخدم حاجة اسمها maps. احنا دو قد يبعدنا عن المابس. وبنا بنشتغل على حاجة اسمها global positioning system. if you want to get around. لو عايز تسافر او تخرج او بتاع فهو بيبقى يوزفل جدا لان هو بيقدر يقول لك what to do? وبيحبدأ يقول لك where? how will you exactly? how will you exactly reach your destination? ازاي هتوصل ال destination حاجة اسمها global positioning system. تعرف تعمل حاجة اسمها ايها navigate your journey. يعني تعرف تروح يمين شمال فوق تحت. يبقى navigate و navigation satellite navigation system اللي اسمها sat nav system. طيح اللي زمان بيقولك في الماضي بقى كنا بنحتاج ايه? maps? دلوقتي خلاص ما عدناش محتاجين نفسي يعني. طيب اللي بعد. هنا بيكلمك ان الكارز والباسلز وبتاع بقت مشكلة رهيبة جدا. وبقت بتسبب كمان بلوشن. وغير كده كمان البنزين بيغلى يعني في كل الدنيا يعني مش عندنا احنا بس. فبيقولك بدأ ويختروا حاجة اسمها hybrid vehicles. اي اعمل لانو لسه شريحة من شوية. اللي هي بتمشي بالالكتريك وتمشي بالايه? بالالكتريستي وتمشي بالباترون يعني. فدي بتستخدم افهم دي واحفظها. اه لما حب اقول انا اخد الكلام ده السنة الجاي. بس انا برضو مش خسرين حاجة. يعني مثلا كلمة طولر طولر. طولر يعني ايه? اطول من صح? كلمة less expensive اقل غلاء. مثلا يعني. كلمة زي مور مثلا لو عايز تقول مور مثلا. اهو. اهو. طيب لو عايز اقول بكثير بقى. بكثير قوي يعني يعني حلوة قوي. فهنا بنحفظ اللي انا بقوله ده. بص بنحفظ ثلاث كلمات. اهو. بكثير ماتشو فر وقلود. 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 هتقول لي مش فاه. بص. يعني لو عايز تقول اطول مني بكثير تقول ماتشو طولر فر طولر طيب ما ينفعش اقول مور طولر لا ما ينفعش اقول مور مور لا ما ينفعش اقول مور لس لا فهنا قالك ايه بيترول اقل بنزين اقل يعني لان احنا بنروح مسافات بعيدة بنستخدم نصها كهرباء ونصها بنزين شرحتها من شوية اي حاب لوحد تاني بقى اختار مين اختار حاجة اسمها روبوت قالك الروبوت اصلا بنستخدمه دلوقتي موجود في مصانع العربيات اللي هي بتبت المطورة يعني مش معقولة انسانة يشير المطورة العربية فاصلا ده بيبقى يعني الكترانيك يلي حاجة ماشية بالايه بالكهرباء كده وبالروبوتس وبتاع وتدي الامر الكمبيوتر يدي الامر يجمع الايه عربيه فبيقولك بيبت المطورة في المطورة اهون وبيقولك احنا في المستقبل هنبقى الروبوتس عايشة كمان معانا في البيوت وبتاع وانهي بتقدر تدو بصد دي كده مور مور سينجلس ولا الوط مور سينجلس الوط مور سينجلس دان روبوتس كان دو ان دا فاست داما كل يوم في تقدم وبتاعه في امبروبمنت في ديفولوبمنت في بروغرس كلماته جماعة بتاعات الترجمة ده بروغرس تقدم ديفولوبمنت تنمية اه امبروبمنت تحسن ايام في رأيي روبوت هو احسن امبنشن لانه خلي بالك من الحتة دي اوي بيخلي الحياة اسهلية حتى تقول ميكس مي هابي يجعلني سعيدة الابوستروفي قبل الاس هتقول لي ليه يا وبا مش هنقول غلاسة بقى لا بوس كلمة اهو هي بتكتب كده هل اخيرها اس لا فالدية الملكية كده هم ابوستروفي اس ساعة ما كنت زمان بتقول عالي سكار محمد سبين فاهم وحط ابوستروفي اس مجموعة يعني حيوات لان مش حياة واحدة عند البشر ايه ما بيخلصوش ولا ايه ده بيقولك بحب التكنولوجي وبتاع وبتساعد ناجد معلومات نفس الكلام ولكن احيانا حلوة ديه it leads to a lot of stress بتؤدي السترس وبتاع خلا الناس يبطلوا يستمتعوا بوقتهم بصد اللي جاء دي بقى ولكن خلي بالك بقى هي خلت الحياة easier خلت الحياة faster ولا much faster مصر عايز امور faster ما احنا قلنا بكسير much وفر وقلط بكسير much وفر وقلط بكسير much وفر وقلط فهنا عشان ايه ار ناخد ايه much وازاي بنسافر without technology وتكنولوجي خلاص تعال نشوف اعمل ايه اشرح دي طيب بس انا عايز اشرح لدي ليه بقى لان هي احنا حافزينها انا plane طبعا بس هو بيقولك تمشي الاثنين كحاجة كمكان انت داخل جواه فتبقى انت طيب كسطح انت بتقف عليه اي وسيط مصلة فتنقدر نقف جواها فممكن نقول on انا بس on a ship on a plane فالافضل on طبعا لكن مش غلط انك تقول in زي ابني ما عايزني اقول هلك هو لسا هي الهالية تعال نشوف ايه اول جملة If you want to watch a new film just click قدي تاكا طبعا دي حركات بقى حركات انتعرف احنا بنحب نعمل حركات حلوة كده عشان احوز عشان نزودها احنا بقدين باكلكاية واحدة تقدر تسوف بنختار بره الاربع اخترات يا عبد اه يعني انت بقولك لو عندك اختيار خمس حطو هيتو احنا I'm familiar with لكن دي familiar to me يبهي familiar to everyone My wife said that the death washer is the most آه طبع مراتك عايزة غسالت البي طبع يبهينا أحسن invention يعني invention اختراع A lot of birds fly at night and by the stars يمين وشمل عن النجوم يعني اللي تبقى طائرة تقول لك كده النكبر بتقول لك شمال يلا ندخل يبقى هنا نافيجيت يعني بيتحدد الاتجاهات هو system بنستخدمه عشان نوصل GPS Global Positioning System طبعا اهو ده اسمه GLO انت ليه بتعمله كي؟ وليش ما تتحكش ما فاز رسولد ادوارك صوو ايه اتسول كومي قريبا اطورة ترقى يعني ايه GET over a get across in get around معناها يسافر اه او يتحرك نحن نامل ط sitar ترقى خيار غو او اتت بتيجي نخرج صح كده؟ منك ماتيجي نخرج صح كده؟ هناك حاجة بتشتغل ايه؟ اه لنيا سيديه هيئ ايه ايه ايها ايه رو بوت يا جماعة انت عندكم مشكلة في الاختيار دي حبيبي الفاضية دي عشان لو عايز تضيف زي ما بقول لك عايز تقول حاجة يعني احنا برضو بنسيب لك مساحة يعني لو انت عايز تقول لي حاجة اقول لي وانا اضيفها لك يا لا 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 المركبة وانا راكب المركبة مش المركبة اي حاجة بتتركب اسمها فيكل اه وانا راكب الفيكل معرفتش هتحكم فاخدتش مال هتاخد معلومات على الايه على الانترنت اكيد بص بص سيبك من ال اير كونديشنج بص كده كانت وورك ها ادفر شاب نصف الفعل ها فهنا اير كونديشنج هنا معناها مكيف ها هنا معناها مكيف دي صفة اللي هي دي ودي كونديشنر معناها بلسم وممكن عفكة تمشي تاكيف بس هو يفضل اير كونديشنج معروفة قوي ها ها وده ده ادخل كده الحمام عندوك هتلاقي البلسم مكتوب عليه كونديشنر ها والله صح بقول غلط زي مونة ازا نيو دايركتور وزا اه ايه زي 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 ايه بس زي تشوز مونة اختاروا مونة اكيد ما اكتشفوش مونة ها اختروها لا 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 طب خلاص يا جماعة شيلو اختيارات دي خالص انتو بتحبوها انحيا دي يعني يعني اكتب هنا وانت بتعملو ايه بتعملو ايه زي ماجازين جيبز لطس او ادفايس ادفايس حلوة فتبقى يوسفل هوريبل يعني مرعبة وهوريفايد يعني مرعوب ها برضو هنوينج بيديقى تربوا الوحشة ومقالش كده بنستخدمها وتعوه فانتاستيك اتوازى سكساسفول اكسپيرمنت تجربة حلوة اتلدتنا للعجلة والدتنا للعجلة انكواريات واختيارات ويوسف ايه احفظ دى احفظ كلمة انا اعزا بثبالك على طول كلمة اسمها consecut كلمة صغيرة اسمها سو سو يعني لذلك وكلمة يعني لذلك يبقى consequence معناها نتيجة consequences نتائج يبقى دي ما تنسهاش دي معناها لذلك فييجي بعدها نتيجة يبقى consequences معناها نتيجة هحتاجها السنتين اللي جايين consequences نتائج the most happened يقولك واحد بيتكلم وبيأكل يبقى دي إيه حاجة حضرية يبقى تاكل كده عمناك جامعك كده ولا unknowing unknowing my father's disease was a experience كانت تجربة صعبة جدا stressful وخلي بالك في فرق مبين stressed ومبين stressed ومبين stressful أفهمك المرض نفسه stressful طب أنا نفسي stressed طب أنا كنت تحت stress كنت تحت ضغط طب أنا هنا مضغوط طب أنا الموقف كان ضاغط أو موتر my father used to a bicycle ride a bicycle لا 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 مش الدرجاتي ride a bicycle بتقول ride a bicycle صح ولا إيه آه أنا ياسف ده هتظهر أنا ياسف لا لا شغل عالي احنا بندي في الفاضي بس هنا الشغل عالي آه يعني يعني تعطى يعني اللي انتم بتعملوه بوزوه هنا ride a bicycle ride a bicycle ride a bicycle مش drive مش drive اكيد my mobile is not working I don't think the battery is is a charging يعني ايه تشارجين بتشحن يعني يعني حتى بتقول ريتشارجر طيب ريتشارجر يعني يشحن يعني طيب التليفجن was his only source of entertainment كلمة synonym synonym يعني ايه تراضف عايزين تراضف لكلمة entertainment entertainment معناها متعة فتبقى amusement amusement شربتش ليه amusement هيبقى C متعة دي متعة ودي متعة a car is a vehicle with an engine آه مشي ببنزين ومشي بكهرباء hybrid hybrid a lot of people believe that poverty is a direct هو سبب للجريمة cause cause of crime ما هو الفقر هو اللي بيؤدي للجريمة صح كده واحد يقول لك reason موافق بس تبقى reason ايه four the holiday changed my mood i feel like a new feel like حتى نحسن انا انسان جديد فاهم ان شاء الله ما فيش اخطي يردي تاني my uncle is very rich so he stayed in a five star luxury اكيد luxury طبعا بقول لك five star اكيد حاجة مش normal ولا easy ولا ordinary حاجة ريئة يعني فلوس يابا please can you mean that ممكن تديني الاتجاهات give direction give letter a my pastor friend the felt I was right he agreed with me وافق معا agree with معروفة كده and the king is procession procession يعني موكب او مسيرة ماشى في الشارع night الفارس كان ركب ايه ride on a horse اكيد مش مش في الحصان ركب ركب في الحصان فتح الحصان ودخل جو لأ انا حصان يلا حصان يلا انا اكرم حلوة اكرم توفيق ابل رجولة always is nervous على طول بيقفش gets nervous gets gets worried get happy get صح كده يجي مع صفة يعني our teacher explained the events that led two ده حتى مش يتش معا يعني حتى اللي حبينا نحطها led to يبني led to يؤدي ايه ال be quiet please let me concentrate on يعني دي جات ايه concentrate فتشوفت بقى عشان حفزك يعني مش هبس تتشوفها تشوفها وتكتبها فبنقول led to فانت تفتكر بنا كتبتها concentrate on بنا بركلك ياب هنا buy train دي محفوظة دي buy train فهدي يقولك ليه ما قلناش on ما تريس قال on فعلا كل وسائل المواصلات تاخد buy 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 اه طبعا كل وسائل المواصلات تاخد buy لو ما فيش فاصل يعني ايه فاصل يعني مثلا a an my the his اي حاجة يعني بتقول ايه buy a car غلط buy car على طول buy بس غلط buy بس على طول طب لو في فاصل بناخد حاجة من اتنين لاما on لاما in كل وسائل المواصلات تاخد on كله معادة car والتاكسي الكار والتاكسي ياخدوا ايه in يبقى كله بياخد on معادة car والتاكسي ياخدوا in لكن كله عموما لو ما فيش فاصل ياخدوا ايه buy i wasted too much time اكيد too much time طبعا عشان time لا يعد ترمى اولين he went to university بعربيته الجديدة شفت بقى يبقى buy her new car ولا in in فهدي يقول لك on يابني معنا تفعنا كل وسائل المواصلات تاخد buy طب لو في فاصل كله on معادة car والتاكسي تاخد in حفوظة ايه mona visits her mother in the hospital every day انهي every day فهدي يقول لك دي لا دي عبارة عن adjective ما تنساش بقى يعني adjective adjective وما تجيش لوحدها لازم يجي معها اسم هل في اسم بعدها عشان تقولها لا فانا هاخد حال كل يوم مش يومي كل يوم يبقى every day وده الفرق ما بين every day و every day دي معناها كل يوم لكن دي معناها يومي محتاجة اسمي بعدها the writer is a poke has become successful لانه مكتوب بسيمبل ها سيمبل لغة يومية هتقولها زي بقى ها كل يوم لغة ولا everyday language اللغة العامة العامية التاعتنا عشان بعدها اسمه طيب after reading is a text and take a short reading comprehension quiz اكيد quiz معنا اخذنا التاكست فانا اخذ quiz امتحان يا my brother is a specialized متخصص in from french ترجمة كديبة translation ليلة spends hours on the phone chatting on the phone بتشتغل انتو عايزينها كده ها يعني انتو حبينا كده ولا انتو ايه لا ودي جات مظبوطة يعني فانا يعني دي لا سبحانا سبحانا ايه بقى chatting هبايب بتعمل chatting هتطلع x فبقى هزهرتش x we need post positive and negative محتاجين الايه الفيدباك ال positive وال negative عشان نعرف الصح نكمل عليه والوحش نغيره يعني انتا ما تيجي زي ابني كده وتقول لي يا ميستر فيه اقطاع عندكم انتو مثلا ما بتبقاش اه في حرف ال if بره اقولك يا ابني بكرة هنبني عملها بره خاطئ يعني فيه حاجات كده اه ياما have you got the dictionary app اب على التليفون اسمه اب حبيب اب I didn't buy a new car because it cost too much Mr. Mappriis ياب حبيبي يتكلف احب خز الرحمة سري هل لديك أي ايه بشكل يصدر بشكل يصدر الى المطالي؟ كومنت؟ كومنت؟ حتى نقول كومنت؟ زبطتوا بآخر العشر جمع كومنت؟ يخلي بالو يعني او يعمل تعليق يخلي بالو ايه؟ يعمل تأميك كومنت بيت البرشان هيؤدي لفهم هيفهمنا المرض بينتشر ازاي؟ مش تخيل. مش تعليق. مش توطر. The man admitted stealing his neighbor's car. Synonym of admitted. اعترف. هو عايز synonym. يبقى argued. يجادل. Disagreed. يتخاني. قدامك deny وconfessed. Deny معروفة. انها أنت من اللي admit. يعني دي عكسها. يبقى أنا مقدميش إلا confessed. When we change words into. translate into change into. The group produces a monthly summary. للرسيرش بتاعهم فهتبقى of their research. للرسيرش. Doctors are worried about the disease. كلمة worried. عايزين لها synonym. synonym ولا واحدة. anxious. الآن. كوشس حريص. مذهلة. طيب. هو عايز antonym ولا synonym؟ هو عايز antonym. فبدل ما خليها الآن. خليني إيه؟ رايق. فتبقى relax. خلي بالك. لازم تطيارو حاجة ما جلتك. خلي بالك. من antonym وال synonym. antonym وال synonym. زي ميدة تي في دكيمنتري أكيد. دكيمنتري أكيد. لي بقى. لأن دكيمنتري وصائقي. عن ماونت فوجي. وخلي بالك. ده عبارة عن إيه؟ عن جبل مفرد. فولاء ولا آن ولا زاتني. ولا آن ولا آن ولا. ولا 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 ولا. number of teenagers leave school. واذا يبقى عايزين بنقول لك أرقام مزهلة. مفاجأة يبقى surprising. a scientist's family have left a very positive. سابوا تأثير. طيب مستر هنا بقى ديت العمري بغلط فيها. آآ ولا إي إي. إي إي إسم. والتاني كده. إي إي إسم. إي إي إسم. إي إي إسم. يبقى دي معناها إيه؟ تأثير. عشان إسم. لكن آآ ذا فعل. سابوا. سابوا يؤثر ولا تأثير. سابوا تأثير. فين التأثير بقى. إفكت. وقد يقول لك أفكت. أقول له لا. there have been major new developments in satellite. خلاص بقى. تكنوليج. ما هو أكيد تكنوليج. ما هو أكيد تكنوليج. إيه فنولوجي. إيه سيكولوجي. إيه سوسيولوجي. فأكيد هي تكنوليج. ما هو ساتلائت وبتاعه. وروحنا وجينا وشقينا. The police want to know when you left. عايز يعرف. تقريبا إنت مشيت. البوليس أقول لك تقريبا. أقول لك. exactly. exactly. my father put a new. to be able to go online. using his mobile. يبقى smartphone. هتقول لك لاب توبي. عم قال لك تلفونه. our teacher wants us to do a quiz. do a quiz. ليست إلينا. في المحاضرات بين make notes أو take notes. هتلاقي واحدة بس منهم. make. أو take. شوفوا بقى هنا نقول لك ليه. هنا حطينا عشان نكتب إجابة تانية. take أو make. ما ليه. ما ليه ناس عارفة بتعمل إيه. خلاص. عارفة تستخدم الحاجة دي إزاي. طب الحاجة دي familiar to us. Enermous electronic library. Internet. وهتي يقول لك اسمه الانترنت. لا طبعا. اسمه دي انترنت. مستر ما هو جابلي اللي اختارين يا حبيبي. الاسم ده ياخد ذا. في أسماء كده ذا ريديو. ذا. 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 على ميد اس أو على ميد اس. ويت. خلتنا ننتظر. زي ما قلنا ميد مي في لأ. مصدر على طول. eating too much. leads to. من يقولها بقى جين ولا جينينج. جينينج. جينينج يا أولاد جينينج. عشان lead to noun أو ing. بعد الجواز على طول انتقلت لسكندرية. فما ينفعش تقول while my marriage. مفيش كده. as my marriage. on my marriage. ولا following my marriage. دي اعتبرها بالظبط. زي after. يبقى after my marriage. I move. يبقى دي. following. after. كنا عمين دي عشان نكتب لك after هنا. I'm proud of the progress my son has made. make a progress. حفظ. كلمات دي حفظ. make a progress. found out. found out. ولما اجيب حاجة نجد عنها معلومات. find out about. ايجيبت has a world wide super star cold. فوادي يقول لك he is cold. لا. cold دي اصلها ايه. بس كده اصلها who is cold. لو انت بتقولها بالسانس هتقولها صح. يعني ايه. زي ما احنا زمان كنا نقول كده. I met. a girl. cold. سلمة. سلمة. انا بحب سلمة. I met a girl. cold. سلمة. ايه. cold دي. who is cold. دي كنت بتاخدها في تانية خمس برد. فwho is cold او cold. محمد asked us to write down. معروفة دي. مش محتاجة يدون يعني. يا لأ مش قصدي مش لازم اشرح يعني. عشان حليت على طول يعني. write down. write down your name. سجل اسمك ايه. I complete with. فيه عاجات ما ينفعش ان هو قف عندها. شيء. بص احفظ حتة دي. قول معي الاغنية دي. she made me go. to buy was me to go. كلام ده هناخده في تالت سانوي ها. قول معا كده. she made me go. to buy was me to go. she made me study. to buy was me to study. she made me do. to buy was me to do. she made me right. to buy was me to write. هتقولي مش فان تعال تعال تعال. بص بص. لو عملنا بقى. I was made. I was. ميني تكمل ها. made. تعال بقى نغير بقى. she made me write. to buy was me to write. she made me do. to buy was me to do. she made me go. to buy was me to go. she made me study. to buy was me to study. يوم اطلع لك واحد بقى فاللوتة يقولك مش فامل فرق. حبيبي. made. يجي معها مصدر. طب لو passive يجي معها. to و مصدر. فهم. قولها بقى معا كده. she made me go. طب اي was made to go. she made me study. طب اي was made to study. طب هنا we made ولا where made. where made. يعني passive. خلاص. ما بفكرش. to do. the front door locks with a low. click. click. كاية اهي بس اهي. كده تتعمل غلط برده. لجهات مظبوطة دي. with a click. بتاكة 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 المفتاح. كده افل ها. i use my youtube channel. اه باستخدم قناة اليوتيوب بتاعتي كايه. ها. ذيكل. كوسيلة. ان هو باصل المعلومة يعني. ها. the police are still the suspects. لسه بيعمل لهم ايه. بيكلم صاحبته. لا هناك. كوزين. كوزين يعني ايه بيسألهم ها. كوزين يعني حتى استجواب للبوليس. ايه يا جماعة في ايه. ده اولة سنوية. he is this story it has nothing to do with what really happened. he invented. حتى ابوك لما تروحه وتقوله ده انا مش عاف كنت بلعب كورة. وبعد كده واحد من صاحبك ليك كسرت. فاشل نوت بيناه امه نازلة. قالك لما عملت حادثة جابه نازل عمل حادثة جيت. فهنا ابوك يقولك ما تخترعش. ما تقلفش. don't invent a story. يخترع حدوتا. we the responsibility of the children. بنتشارك يبقى share. حتى بنعمل share للحاجة يعني نتشارك فيها يعني نمشورها. his appearance is attractive. شكله جمد قوي. فهنا smart. يعني حتى ما تقول smart uniform. يعني uniform ايه? انيق يعني حلوي. الارهاب افا لسه حلنا من شوية افا اجتماعية. فوقت قالك sociable. sociable ده يعني اجتماعي. حد محبوب. طيب. هنا بقى terrorism is that leads to instability in a leak. اه ها تركز معي بقى. هنا terrorism و terrorism دي حاجة مفرد. هل ينفع خليها lead من غير ما حط الاسم. ما هو الفرق بيبقى حاجات تعويزة كده. لا يبقى الاجابة فين حتة. في lead. تقوم المدارس بتزويد الطالب بكل مستلزمات. بيتمد. يبقى المدارس هي اللي بيتمد. هل الكلام ده في الماضي؟ لا. طب ايه دي؟ ما عرفش. طب ازاي المدارس وكتبت provides؟ ما عرفش. هين اصبح عندي b و d. يبقى انا عندي لغيت ايه؟ ايه و لغيت c. schools of probation with the already the. learning process اسمها learning process. او education process العملية الايه؟ التعليمية. هلاك ان تتناول مزيد من الفواك الخضرات التازجة يوميا. كل fresh علىها. شوديو دي عند باش هنا. وشو تو برضو مش هنا الحاجات دي محرقة جدا على فكرة ولو احنا كنا في الايام اللي عادية كذي ما انا رديت عليك ردي مش لطيف لطوف مفيش حاجة اسمها لطوف اسمها لطوف ولطوف 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 علطوف فهنا تبقى لطوف علينا ان نحترم الرأي والرأي الاخر ووجهة النظرة المعارضة يا ويه مست تو مست تو عند تو يو شود ريسبيكت يو مست ريسبيكت اللي اتنين صح يا مست ميش يا عم معاما يعني يو شود ريسبيكت اه 精 نشغل لطوف طب يوشود ريسبيكت وقعد يقول لك others خلط ميمبعش وتقول others ايه others مايجيش بعدها ايه لان others الوحدها كده معناها الاخرون حتى كان في فلم اسمه The Others صح كدة The Others معناها اللي هو العلم بتحب اللي بتعض في اللهاتıp principio الفلس الخارج على الأفلام الراب وكده طب اصلا ممكن لو عملناها اصلا كنا عملنا the other creatures the other creatures يعني مخلوقات الايه الاخرى او الحاجات اللي انت تنيلى عليك وتتفرج عليك تعالى نشوف مع بعض بدائل F الحتة اللي انا كنت سايبة ونحل شواء الجمل على F زيادة عشان نثبت F يلا بيانا بيقول لسيابتك ان احنا عندنا كلمات بتسوي F بالزرق فيش فرق بينها وبين F يعني لو قال لك F وروح جايب لك بعدها مثلا كلمة زي as long as دي بتسويها بالنصب كلمة مثلا زي providing دي بتسويها بالنصب كلمة مثلا زي provided دي بتسويها بالنصب كلمة مثلا زي on حلو قوي دي condition condition زي كلمة تانية مشهورة اسمها in case اللي انا بكتبه لك ده دي كلمات كلها بتسوي حاجة اسمها F مفيش فرق ما بينها وما بين F الله طب لو جوم مع بعض يا مستري استحالة ممكن يجي واس بشكل ايه هم ان انا مثلا اديك كلمة تبقى مختلفة زي مثلا providing و provided و on condition احيانا ممكن يجي معهم ذات فلو عندك ذات ما ينفعش تقول لي F ذات ولا ان كي ذات ولا مثلا as long as ذات فهنا on condition تاخد ذات provided تاخد ذات providing تاخد ذات طيب F بتسوي الكلام ده يعني استحالة يجو مع بعض الجملة حقيقي لكن لازم المعنى لازم تفهم المعنى يعني مثلا لو انا بقول لي السيادتك بقى مع اي حالة بقى first second zero ما في عنديش مشكلة طب مثلا ممكن افهم معناهم معناهم ايه يعني انا مش حاسسهم بص ايدي if معناها لو طيب as long as معناها طالما providing و provided معناها في شارت عادي يعني هوا طيب on condition معناها في حالة برضو هنا معناها في حالة اوليها معنى تانى هنقول لك عليها بعد دي دلوقتي طيب ايه بقى طالما زاكرت تنجح لو زاكرت تنجح بشارة الزاكرت تنجح بحالة زاكرت تنجح بكل الكلام ماشى فاستحالة تقول لي دي فيها مشكلة ولكن في مشكلة في حتة واحدة ايه هي لو ما كانتش in case بس امال كانت ايه كانت in بص بقى اللي جاية case بص بقى اللي جاية of هنا بقى اختلاف شوية ايه هو بقولك لو عندك in case of هنشتغل على حاجة من اثنين لاما now اهو لاما verb plus a ing يعني انا بقولك لو بتدخن هتتعب فهقولها ازاي اقولها بالشكل ده if you smoke if as long as provided اللي تعجبك if you smoke لو بتدخن ده present يبني حالتانية u مش هي بقى ايه ما شاء الله you will be sick اهو عادي يعنا طيب لو بتدخن انت هتتعب if as long as اللي يعجبك طب تخيل بقى لو انا خلتها كده روحت كاتب smoking لا المعنى المعنى اختلاف smoking ايه اللي هيحصل بقى you will منيكملها be sick طب مصر ايه اللي اختلاف ما فيش اختلاف الاختلاف هنا بس ان انا نفس المعنى لكن هنا ing طب عشان ing مش هينفع اخد f ومن لا اخد ايه بناخد حاجة تساوي f تيجي معها ing فتبقى انكيزوف طيب تخيل لو جاتلك جملة زي دي بتقول ايه يلا ببروت خالص حبيبي انت اولع براحتك انا مش متضايق اهو بقولك there is a fire لو في حريقة اهو اخرج من هنا يا تروبش from here امشي من هنا اهو يعني يبقى هتنطم الشباك احنا هنا مثلا في السقر عندنا دايما emergency exit ده معروف جدا في السقر وكريش في الحالة عايشة عشان احنا الناس راقي قوي فعارفين بنعمل ايه فكل واحد عندنا الشباك عالشارة على طول حريقة نط على طول ما عندناش هنا there is a fire دي جملة كاملة طب طالما جملة كاملة يبقى دي غصب عني if there is a fire طب تخيل بقى لو الجملة كانت مكتوبة كده بص بص عشان ما تقفش علي ها a fire طيب هنا حطيت الكومة وقلت برضو نفس الكلام exit from here هنا بقى a fire هل دي noun اه ناون فنون يبقى in case of اهو يا ابني جاب ها هو انت قافش ليه فتبقى in من يكملها case من يكملها of عشان ناون of verb plus a ing يبقى ده معنى الفرق ما بين f ومو سويتها وما بين حاجة اسمها in case of طيب في بقى كلمة تانية لذيذة جدا اسمها ايه اسمها unless ركز كده عشان ما نقفش ببعض a unless كل اللي اقولك ان unless دي مش عكس f زي ما الناس ما بتقول لا unless دي اه اصلها اصلها اه بتساوي if و not if هو ايه و not يعني يعني ايه مش فيها يعني مثلا بتساوي if مثلا you ha don't او if مثلا you ha didn't او if مثلا you ha hadn't لازم في كل اللي انا كتبتهم دول لو انت حطيت unless لو حطيت unless هنلغي النفي هنلغي ايه النفي مثلا بتساوي ايه if بص اللي جاي he ha doesn't بص انا مش فاهم بص يا صاحبي يعني مثلا لو انا بقولك مثلا كده if he doesn't go if he didn't go if he didn't go if they don't go if he hadn't gone بص اللي جاي بقى هه هنرو عامل كده ادي unless واحدة بص او تعال بقى إذا إنت تفهمت أن أعيز أقول إيه؟ طبعاً حالة فرست حالة ساكنت حالة ثرد يبقى أنلس أهم حاجة لتتبع بنفي كلام منطقي ده للنفي النفي هي إثبات فين بقى تركيا اللي عايز أقولها لك أهل هل في كلمات تساوي أنلس وييجي معاها ويجي معاها أربع حاجات إيه هما؟ عشان محتاج الحتة دي فيها حتة حاجة إيه هما؟ بيقول كده واحدة اسمها وزاوت واحدة اسمها بط واحدة اسمها if it weren't for واحدة اسمها if it hadn't been for دول بيساو أنلس بالزبط بس بيجي بعدهم حاجة من اثنين لإما نهون زي ما احنا عارفين لإما زي إنكيزوف كده بس الفرق ما بينهم وبين إنكيز إنكيزوف في حالة دي معناها بدون المعنى باختصار بدون يعني بدون المذاكرة مستر طب أنا في حتة زي دي بقى هتلغبط ليه هتلغبط لإنها هتلغبط ما بين إنكيزوف وما بين وزاوت يا حبيبي المعنى يعني تعال 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 معي بس ما تقفش علها عشان ما سبلكش بس بس تخيل لو هي كده قلب بابا تعال نخليها ايه حمرة خليها زرق عشان حمرة بتزعل أحيانا تعال نخليها زرق زرق عادية نفهاش حاجة لما أقول لك كده بص يا صلى عن نبه لما أقول كده ادي ستاديينج صلى على سيدك النبي يلا الحصة دي عشان ما صلناش فيه عن نبي كتير بص بقى سلع عن نبه مين ها ستاديينج ها ايه اللي أنا بعمله ده ايه اللي أنا بعمله ده ده عدم تركيز بقى ها ستاديينج بص ها ها ستاديينج هارد you will fail هتسقط طب بص بقى اللي جادي ها ستاديينج هارد دي حلوة برضا ها ايه اللي هيحصل بقى بص الفرق you will succeed مستر ما فهمتش لا فهمك أخوتي انت هتنجح لو زاكرت ولا لو ما زاكرتش لو زاكرت ايبات جملة دي من غير ما اي فقاقة واضحة جدا الجملة الاولانية هتبقى without الجملة التانية او الاولانية هتبقى but for مستر طب انا نبسط ديها افت هادنت مينفور ماينفعش نبسط ديها افت هادنت ماينفعش رد علي لان هادنت دي حلق سيرد ووين انت حلق ساكند وانحنا هنا بنتكلم في حلق فرست يا جا موسى طيب لو ما زاكرتش تنجح ولا لو زاكرت لو زاكرت فدي تبقى اف لا عايزين حاجة تساوي اف يجي معها اينجي ايوه الله ربنا يبارك لك دنيا واخ الله يجعلك مسطور دايما الله يجعلك اسطورك دنيا واخ فماشي نايم صاحي اي حاجة ماشي مسطور كده مسطور يا قاله يبقى هنا انكيز ايه ها انكيز وفستودينج المعنى قال كده طب مستر يعني ايه حالة ساكند ما هو ويرنت ساكند هادنت مين حالة سيرد فما تقوليش دي ماه طيب حاجة تاني حاجة تاني اخر حاجة انا هقولها لك في الدرس ده ايه هي ان كلمة انكيز هي اه مش نطيفة ليه لان ايه ليها معناية المعنى الاولاني الحرفي وهو اف والمعنى التاني معانا كده اسمه تحسبن انا بقولها باسلوب تاني دي عشان يعني احنا كفلاحين شوية فبدل ما بنقول دي تحسبن ها ما فوق دي تحسبن فبنقولها بشكل ايه اسمه ايه لاحسن طبعا انت هتفتكرها الحسن انا عارف لكن هي مش لاحسن هي لاحسن يعني ام تقولي زاكر لاحسن تسقط نام لاحسن تتعم خد الدوة لاحسن فهمت يبقى لاحسن دي معناها تحسبن يعني هي بتقولي خد الدوة معاك لاحسن تتعب ولا حاجة خلي الريسيت معاك لا يعني مثلا لما بنروح نشتري حاجة ايه لايانة زي اي جدة يعني فأمي مثلا بيبقى الواد بتجيب له حاجة مقاسك مثلا يعني انت بص تالتة سنة وهو هي بتجيب له حاجة مقاسك انت متخيل انت بتتكلم فين؟ انت بتتكلم في الواد يعني بيبقى لابس ايه جلبية فاهم فاهمة طب يلبسها ازاي الواد ده فقالك ايه ما تفهمش ايه امي تقول كده هتهاي الواد عالب تجبر عالب تقول لدوم بتزخر لدوم بتزخر لدوم بتزخر ايه ما بتزخر يا ابني صغيرة صغيرة دي بيبقى كم الولا جدع كوح كوح يبقى كم علي ابني مثلا ايه طب بنعمل ايه فانا طبعا بجيب اللي هي عزاو بقى كده بنقي حاجة عشان يقابل لما اللي علا هيطلع يقول لهم انا حسحس وحسوس انا بالوقت بيبقى تشاكله اهتم يعني فبنقله حاجة مقاسه بقى فتقول لي طب هات خلي الريسيت معاك لحسن انت اهب ترجعها ولا حاجة مات يا ابني الكلب يعني فاهم اللي هي كده يبقى بتقول لي كيب هات اجاري من الريسيت تقول لي كيبت فوريو with you keep it with you خليها معاك ليه يا امم احنا جبنا الحاجة الوضع البس قلت لي لاحسن لاحسن دي معناه ايه in case هنا بقى ما تبقى اشقف in case you want to return it in case you want to ليه ما اخدناش هنا you wanted عشان كيبدأ ايه لول درحلة فرس 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 you wanted to return it طيب انا فهمت انت عايز تقول ايه يعني مثلا لو اديتك مثال زي ده take the medicine in case you feel ايه you feel tired ممكن تقول مثلا fill up your tank in case you don't find you don't find you don't find a petrol station يعني متفول من هنا يمكن ما تلاقيش تحسبا يبقى ليها معنى تانية اسمه ايه لاحسن ما تلاقيش دي من القائل لو جالك in case ولا if خد in case انا بتسويها في اللي حلتين سواء كانت if او ايه او تحسبا هي بتسوي if وبتسوي كلمة تحسبا طيب تعالى نشوف if you go طيب طالما قالك if you go ايوا يبقى دي حالة فرس لحالة زيرو صح كده طيب اعمل ايه بقى؟ قالك تعان شوف لو انت روحت هل دي فاكت؟ هل دي هفيها بت؟ لا طب يبقى هنا اخد will buy انا موافق يبقى will buy صح بس اسألك سؤال مين اللي هي will؟ يعني قول please please will يعني please ده ابن عمك فاهم عشان هو هي will؟ لا يا ابن انا اقول لك والنبي يشتري لي حاجة يبقى دا امر يا ولد الامر يتبقى buy فاهم ممكن انا بنقول ايه؟ في فاعل will في فاعل will في فاعل will في فاعل order في فاعل order في فاعل او هنا مفيش فاعل فاقدنا امر بس اللي هو اشتري لي بابا راني understands the lesson if she read مستر عفيك اسمها read اوكي؟ بس هي لو read كانت مبقيتش read بقى كانت بقيت reads ايوا ايوا كانت بقيت cuts كانت بقيت puts ايوا 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 احنا بنقول في منها دي ليه بقى كده؟ قالك لما تلاقي الفاعل اللي هو تصريفاته واحدة والفاعل مفرد لو مفيش اس يبقى هو post يبقى ديه post طبعا فادي تبقى اسبقى عني ايه؟ would طب تخيان لو كانت read كنا خلينها ايه؟ will لو كانت cut would او كانت cuts will اخلي بالك من الحاجات دي if you ill you should go ايه ده؟ will أو مي او كانت تاني او will أو مي او او have to او has to او should او مش عارفة او رجز او 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 would rather او would prefer كل ده بياخد حالة ايه؟ first طب 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 لما شوت حالة first باخدها felt لا خدها feel يا خود مستر طب اعرف منين بقى هي feel دي everyday not لغبات ما فيين felt وما فيين feel ده 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 معناه انك انك جموسة ده معناه انك جموسة تعال معايا كده مش فينا ing يا جموسة اه احزفة كده يبقى feel لبدا ال infinitive ما هو ال infinitive بيجي ازاي؟ اجيب ال ing بيجي ازاي؟ اجيب ال infinitive بحط له ايه؟ ing ركز بقى يا حمد يبقى دي غصب عني تبقى feel if i an interview tomorrow i will try tomorrow خلاص يبقى يقولك will have اه اه هنا ساسكت قليلا ليه بقى تاسكت قليلا من قطر جمال الجملة من قطر جمال الجملة يا ابني وانا قلت if يا ولا وانا اه يا ولا وانا قلت if يجي بعدها اقول ابدا يا ولا ما فيش حاجة اسمها كده ما تحرقش دمي مستر طب خلاص اخليها if i has if i has بقى برضو يا حمد ما تقرفنيش بقى يبقى if i a i have مستر طب ليه ما خدتهاش have had على فكرة في حاجة اسمها كده؟ ممكن استخدم any present any present continuous simple perfect ليه عجبك لكن انا الاساس بتاعي ايه؟ simple عشان كده ايه تبقى if i have اللي بعدها wearing where is jazat wa infinitive where is jazat wa infinitive to see من غير ما اخلص ايه من غير ما افكر ايه من غير ما اخلص ايه اللي احنا ايه يا جدعان ايه ماشي الحال if i am my seventeen and rather unfit i might consider بس كده might consider might consider might consider might consider might consider taking up squash لو انا في السبعينات لو انا في السبعينات وانفت هلعب squash ليه والسكواش ده ابني بتاع الكوش صح يا ابني اسمع 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 لو انا في السبعينات هلعب ولا لو انا مش في السبعينات لو انا مش مش فين مش هنا where ولا weren't بقى فواحد يقول لك ليه ما اخدناشها mister hadn't been عشان hadn't been مش هيجي معاها might consider اوما ليجي معاها ايه ايه معاها might ايوه كمل بقى consider ايوه تصدق انا بفاكر حاجة ده كده اوك if you earlier you would have could would have could هلا ايه دي third ايه بقى خليتها head lift he made this of us he would have taken a taxi تعال تعال معايا اولا هنا عندك في حاجة لازم تبقى فاهم هنا ما ينفعش السيميكول ده ما انت هتفهم ايه في الكلام ده هنا ما ينفع السيميكول منحط كمه عشان في رابط في اول الجملة مش انا شرحت كده لما يبقى عندي رابط في اول الجملة تجيب بعد جملة الرابط ايه كمه صح طيب اوكي يعني ايه بعد جملة الرابط يعني if he missed if he studied طيب he missed the bus he would have taken a taxi فودي يقولك مثلا if he missed صح لو فاقد الباس كان اخد تاكسي انا موافق بس سواني بس انا لما تقول if he missed دي حالة ايه ساكمد صح طيب he would have taken انت كده عامل يعني انت عامل حاجة هل في كده اه فيه لكن المكسد اف دي بياخدوها في الـ ومش مقرع انه خلص مرهش هلا والمعنى اصلا مش ماشي يعني انت بتهزي بتهزي طيب انا مش فاهم اكتر افاهمك يبقى لو مافقدش الباس هيا могу نخذ تاكسي اولا هنا مهي حالة ساكند مع سيرد بردا بس يعني لو ما فقدش الباس يعني لو ما فقدش الباس خلي بالك كان اخد تاكسي لو فقد الباس المفروض لو فقد يعني لو ملحيتش الباس هاخد تاكسي طب اعمل ايه هنا ولا واحدة من دول يمشوا الجملة حالة سيرد اللي يمشيها حالة سيرد هاد فتبقى هاد هي مست اذا كان لديه اخبرهم حالة ايه دي يبقى اذا تروبش اذا كان لديه اخبره لو كان معاه الوصية تعال او لو كان معاه الوصية هنا ارادة لما اخذ ابن ارادة بوزان ركح ليه فوزان دي ايه سكن لميقى دي اذر اسرد علشان هاد بان اسرد حفظنها مفيش بي في الحلسكن طيب مفيش بي في حلسكن و مفيش بي في بقللق فين اهو لو كانت هاد هاد كنا خلنها خلاسيرد طب دي حلسكن دي اخدة ايه اولا دي حالة ايه? حالة ثرد. ودي حالة ايه? حالة ثرد. ماشي معظم انا دي ما قلشت مني دي. طيب. هنا بقى في without isa ing. اوكي. طيب. provided that و f لاتنين the same. يعني لو انا من غير ما فهم الجملة انا اختار طيب. ليه ما انا اخدش اف? لو خلصت البروجيكت مش هتبقى فاضي? ولا اذا لم اذا لم فتبقى ايه? here courage as a kid wouldn't have been saved. بدون شجاعتها. بدون بدون فتبقى ايه? مسته على فكرة? احنا دي جات بعيدة شوية حركة دي. اهو. يعني ممكن نكبرها. فهد يقول لك ليه ما خلناش انكيزه? خد انكيزه. في حالة شجاعتها الوقت ما كانش يعني واحد واحد بيغرق نزج. انا مش عاب انا بطول ليه في السؤال كده. يا ابني الجملة واضحة ما فيهاش حاج. if it for money. ده لا يا الله. hadn't been ازاي عمدة? وانا wouldn't be? weren't. ده اللي تنوم دي صح? weren't for? hadn't been for? مريحتش ليه وجتلي كمان ساعة. زي will win? انتو فهمين ولا بتقوله زي اعماد? اعماد بيقول hadn't been. ليه? امتى تبقى هاد انت مين لو كانت wouldn't? ها? have. ايوه? مين. هنا بقى تبقى حالة ايه? ثيرد. لكن كده حالة ساعة. زي will win the match. هيفوزه بالماتش. زي ترين هارد. هنقول في حالة نوم يتمرانه كويس. اولا without ing. in case of ing. قدامك اتنين. unless معناها اذا لم. اذا لم يتمرانه كويس هيفوزه. اه. ده بالسحر. اراي مرتضة. لو احنا صحرا. يبقى هنا تبقى ايه يا ابنها? ازلوا. هنجاز طالما. يبقى تسوي ايه? هنا without our best. without ing. خلاص. doing. ماش محتاجة فكاك. ايه دي بداية الاف اللي تكلمنا على. رامي would have been better if he has medicine regularly. ها. would have been. يبقى دي حالة ايه? حالة ساعة. فمن الاخر ولا تك ولا تيكس فهتبقى had taken. شفت حتة تاخد على اساس. if i had used the clothes. ركز بقى في الجملة دي. جملة حلوة جدا. حلوة جدا. ليه بقى? هو دي يقولك had used. حالة ثرد. انت فاهم غلط. used clothes. دي على بعضها object. مفعول. وهذا هنا هو الفعل. هتقول لي مش فاهم. يعني ايه used the car? عربية مستعملة. يعني ايه used clothes? ها. ملابس مستعملة. ايه ده? انت عارف شيء الي اوز دي وخليها old. هتقولها ازاي? ها. if i had old clothes. هال old هنا? هال old هنا? عبارة عن فعل? لا. يبقى used مش فعل. طيب. معنى ان دي فعل. يبقى دي حالة ايه? حالة second. طب تخيل لو كانت had had. لو had had بقت حالة third. لكن هنا تبقى حالة ايه? second فتبقى would give. طب لو كانت if i had had. كنا خليناها would have given او could have given. i wouldn't have found my wallet. ما كنتش هاجد المحفظة? لو ما ساعدنيش. يبقى unless? unless. فهدي يقولك طب ليه ما خدناش without? without helping. without? ها. helping. عازة verb plus a engine. if he had the meeting early he would have had. يبقى دي حالة ايه? third. فهنا تبقى had arrived. حالة third روعة بسيطة يعني. i wouldn't have come if i that you were busy man. i wouldn't have come if i that you were busy. if i had known. ليه? لان اي حالة third. wouldn't have well pp. وخلي بالك احنا اتفقنا مش كله would have هتبقى third. مفيش pp حالة second. مفيش pp حالة second. if he had frozen food. يعني ايه? frozen food. يعني اكل مجمد. الله. he on this it seated. يبقى he wouldn't eat. واحد يقولك الله wouldn't eat. ازاي ما هادو تصريب. يا حبيبي دي صفة. زي مثلا ما تلاقي جملة زي دي جات قبل كده. في المتحانات التجربية بتاع الثالثة سنوية كان بتقول if i had written work. if i had written work. if i had written work. i would do it. اللي انا كتبها دي على بعضها كده عبارة عن ايه? عن اسم موصوف. يعني عمل مكتوب. عمل مكتوب. لو كان عندي عمل مكتوب اللي كان هيحصل. ها? كنت عملته. فدي حالة second. زي frozen food. زي مثلا دي. دي برضو تعالى نعملها بشكل تاني يا رب تفع. if بص. i. بص. had. بص. broken windows. لو عندي شبابيك مكسورة. i would fix it. الله ايه ده? مستر ده لو قسرت الشباك. لا افهم الجملة. broken windows يعني شبابيك مكسورة. لكن لو قلت broken the windows. لو انا اللي قسرت الشبابيك. حاجة تاني. لكن ده اسمه موصوف. فده نخلي بالنا من حيثة الاسم الموصوف. دي كلمة. دي جملة اكبر. اه. مش جاية. مش فريق معي. بس هازم تفنطها. دي كانت في متحانات التجربة. بتاع التالتة سمم. if i had written work. i would do it. i'm sorry. if people hadn't had. حالة تالتة خلاص. would have become. يقول لي مستر من عندي. wouldn't have become. يبقى هنا نقف على الايه بقى. ايوة الله ربنا يبرك لك. على المعنى. ليه بقى. بيقول لو الناس ما نميتش كويس. هتبقى تعبانة. يبقى wouldn't have become. ولا would have become. would have become. unless he had followed my advice. هنا لو كان مشي على نصيحتي. لا. هنا لو ما كانش ميش على نصيحتي. لو ما كانش. يبقى wouldn't have lost. ما كانش فقد. ولا كان فقد. كان فقد. فلوسه كله. يعني لو ما مشيش. كان فقد. طب لو مشي. ما كانش فقد. ايه ده حالة ايه. سرد. يبقى هات سرون. واضحة جدا. هي مور كروبس. اف هي هاد يوزد. مودرن. هنا واحد يقولك ما هنا يوزد صفة. يبني يعني يوزد صفة. مودرن صفة. يبني مودرن. مودرن فارمينج. يبقى دي حالة سرد. يبقى. would have grown. حالة سرد. I would have attended. if I had had. يوما يدي قولك مستر ليه ما خدناش هاد. يبني هاد. بدون البي بي. فتبقى حالة سكند. مفيش بي بي حالة سكند. مفيش بي بي حالة سكند. مفيش بي بي حالة سكند. ما تنساش. if he was a project more thinking he would have gained. إده 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 إده. حالة إيدي ثرد. يبقى. I had given. what if he had left. حالة إيدي ثرد. يبقى. would have happened. طب. if he had if he left. بس. would happen. طب. if he if he leaves. ها. will happen. if the money he had. حلوة جملة دي. يوما يقول لك مستر. he had دي عبارة عن إيه. بس. if the money he had على بعضها كده. if his money. طب فين الفعل بقى. جاية هو. had been enough. يوما يستر أقول. if the money he had had. أيوا. had had. عادي. بس فهم. if the money he had. had been enough. لو الفلوس اللي هو كان بيمتلكها كانت كفاية. يبقى هنا الفعل فين. had been. مالها دي ايه. had دي مع المملوك. if the money he had. مالها يا عم. had been enough. كانت كفاية. زي ما سمتديك مثال زي ده. مثال حلوة. if the car. i had. يعني دي معنى. if my previous car. عربية القديمة يعني. مالها يا عم. had. had. an alarm. it wouldn't. have stolen ولا have been stolen. have been stolen. ما بش معقولة العربية هلا هتسرق. ما كانتش استرقت. تعال معاك كده. يوم ما دي يقولك يا ابني اللحيب يا صلاح. ايه. if the car. i had. 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 تب عشر. had. had. يا ابني افهم. اولا. if the car. i had. دي كده على بعضها. دي عبارة عن فاعل. طب. had had. دي عبارة عن الفاعل. مستر يعني ما جاء تقولها ازاي. ايه ده شوية بعد. had الاولاني. if the car. i had. مالها يا عم. had had an alarm. اه نفهم. if the money i had. had been enough. يبا ده معنى الكلام يعني. هنا had been طبعا. عشان حالة سر. if he hadn't helped it. ما كنتش وصلت. wouldn't have been able. لو ما ساعدنيش ما كنتش قدرت. if you what I see ask your mother. لر درحالة فرست. لر درحالة فرست. لر درحالة فرست. لر درحالة فرست. تبطل أمه حالة فرست. اخد didn't ولا want ولا don't. don't. if you don't. if I can't sleep at night. انا باخد aspirin. يبا ايه. 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 تيك. ليهم يقولك. يبني هنا كهبت يعني. طب افريت كان عايزة فوتشر بقى ايو ما حتى لو فوتشر ما جاب لكش ولتك. I would help. على ايه second. But in fact I can't. يعني هم اقول لك if I could. هنا بيتكلم على الايه على معنى قاعد. لو اقدر. معنى ان انا ما اقدرش. هنا تبقى but I can't. ركز معي. I would write to him if I knew. If I knew. طيب. تعالنا نفهم اكيد. الحالة الفرست. مين فاكر? بتعبر عن ايه? عن الفيوتر. طيب تمام. الحالة السكند. بتعبر عن ايه? بتعبر عن البريزنت. اوكي. الحالة السيرد. بتعبر عن ايه? بتعبر عن الباست. اه مثل من عال ايو ما اولين تعرفوا ده بقى. طيب لما اجي اكلمك هنا الحالة او للا السكند. سكند. I would if I knew. يبقى لو انا عارف كنت بعتم معنى انا معنى انا معرفش. يبقى didn't know ولا ولا don't know? don't know طبعا. طب تخيل لو كانت if I had known. كنا خلناها didn't know. كانت دي طبعا would have written. وبكده نبقى خلصنا اه الجرامر بتاع سيادتك و او بدائل ارف